طيب يوم المباراة. الليпервых بتختلف. طبعا. هيا مباراة واحدة. ريال مدريد. لو تخطى باريس والسيتي. وحط في إعتبارك حاجة. النقطة مهمة جدا. الريال قدام باريس في مباراة الذهاب كان سايق جدا. الريال قدام الستي في مباراة الذهاب كان سايق جدا. يعني في مباراة اولى عند الريال بتبقى سايقة. الصح. المماراة دي هتبقى هي مباراة. إلا مارتش تشالسي بس كان في المارتش راين كبير حما البداية موجودة عند ريال مدريد موجودة عند فرق كتير بالمناسبة البداية لو هي مواجهات اتنين لكس يعني هم واي أو مواجهة في بداية المباراة يعني أنا في بداية المباراة هبدأ المباراة زيك في مشكلة عند ريال مدريد حتى في المباراة اللي قدر ريال مدريد يعمل في عرام انتدى هو بدأ المباراة وحش البداية كانت سيئة بيرجع خلال المباراة هل يسمح ليك ليفربول حتى لو رجعت تاني في المباراة ويرجع لك الفرصة اللي انت هتداله في بداية المباراة اللي هي يقينا المدرب ما بيطلبش كده يقينا حتى لو طلب حاجات تاكتكال ان انا هولد الملعب وابتري اشتغل في وسط الملعب وهدي الملعب وان انا ما خدش اخطاء كتير هديها للمنافس في بداية المباراة لكن حصلت مرة واثنين وثلاثة واربعة اذا المدرب ما بيطلبش كده وفي كل مرة بيحاول تدارك الخطأ وفي كل مرة بينبه على اللعيبة انهم يشتغلوا بشكل مختلف اكيد انشيلوتي عمالك اللي عنده من الخبرات الكافية انه يتكلم مع اللعيبة ان المشكلة دي تحديدا لانها مشكلة من الفريق كله مش عنصر او اتنين انها متعملش لكن ليفربول لان يسمح انه لو ريال مدريد بدأ المباراة بهذه التراوة الدفاعية التراوة تحديدا الدفاعية ليفربول مش هيديله الفرصة دي لان ليفربول وانا ياخد بقى الكلمة اللي قالها مروان فريق استادي عنده يقدر يشتغل معاك 120 دقيقة بأفردش برفورمت سبعة من عشرة ما ينزلش ممكن في اوقات يوصل تسعة بس ما بينزلش الخمسة واربعة فما بيقعش يردلك اللي انت عملت تقوله ده اللي حصل مع السيتي بعد تغييرة محرز والاخطاء اللي حصلت والهبوط البدني عند بعض اللاعبين ده اللي ده ده فورسة ريال مدريد نفس الكلام في مبارات البي اي جي التفكك جوه الفرقة التفكك التكتيكي اللي موجود عن البي اي جي ويدي الفرصة ريال مدريد انا مظمش ان ليفربول هيدي الفرصة في حتة استفاد منها ريال مدريد اول اعتقد استفاد منها تحديدا في فانل شامس ليجي السناني انه مبابيه مرحش ريال مدريد او مجدد مع بريس سان جرمان حيث كده بحالة صورة وغضب من اللاعبين نادي ريال مدريد ان احنا ريال مدريد كلها مدريد ده نادي رقم واحد عايزيني بعتولي رسائل كتيرة ان انت خسرت ريال مدريد فده دافع للريال اكيد معنويا انه نازل المبارات ده ما بيهزر تفل معك جدا وده واضح على السوشيال ميديا بتاعة اغلبية اللاعبية رودريجو اول من رودريجو اعرف ان مبابيه اعلن تجديده مع بريس نزل على طول شرع انستجرام وتويتر هو بيحتفل بالجوان قدام سيتي وبيبوس شعر ريال مدريد بعدها بنزيمة نزل شعر ريال مدريد وهو بييده المتعور بقى لثلاث سنين فالفيردي حتى كتب ان الانتماء لريال مدريد ده شرف مش لازم تكون محظوظ عشان تحصل عليه كل الناس تكلموا في الموضوع ده حتى في اليوم الصحفي المفتوح تكلموا في الموضوع ده جميعا واضح انهم عايزين يثبتوا حاجتين اولا فيه لعيبة في مراكز امبابي عايزة تثبت ان احنا لأ احنا نقدر احنا وصلنا قراري للفانيل شامبيونز ليج وقادرين على تحقيق اللقب اللي مبابي محققهوش لحد دلوقتي بايدنا زي فينيسوس زي رودريجو زي أسانسيو والعيبة تانية زي بنزيمة وزي مادرش اللي كانت محتاجة مبابي لانه هيفيدها في نهاية كاريرها وهو تخلى عنهم بعد وعود كبيرة جدا قدمها الريال مدريد والبنزيمة انه هما يثبتوا لا احنا قادرين بعد ما اخرجناك من البطولة احنا ننفذها في باريس في مدينتك اللي انت منتمي لها يعني فطبعا هتبقى دوافع كبيرة جدا للريال مدريد وللعيبة لكن برضو ليفر بول دوافعهم عظيمة جدا يعني دوافع ليفر بول انا بشوفها اقوى بكتير وليفر بول يعني زي ما دكتور جمال قال انا بشوف الليفر بول لو بادر بالتسجيل الموضوع حيكون صعب جدا على ريال مدريد اشتركوا في القناة